مشاهدنا الأفاضل نرحب بكم في هذا اللقاء والذي فيه سنتحدث عن تطبيق الواقع الافتراضي والمعزز لخدمة الصحة إذن هو لمساعدة مهنية الصحة لتشخيص السريع للأمراض من جهة وكذلك يساعد في تكوين وتدريب طلبة الطب في الفهم الجيد في تكوين جسم الإنسان إذن حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يساعدني ويشرفني أن أستضيف معي الأستاذ الباحث بن بالقاسم سامير من مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة الذي يعمل ضمن فريق متخصص في الواقع الافتراضي والمعزز نرحب بكم سيدي الكريم ونشكركم جزيلا شكر على قبولكم الدعوة شكرا جزيلا وأشكركم مرة أخرى على الاستضافة العفو إذن الحديث كما قلت قبل قليل هو تطبيق الواقع الافتراضي والمعزز لخدمة الصحة إذن نتحدث عن تطبيق هذا الواقع الافتراضي والمحسز في هذا الشق المهم جدا وهو الصحة شكرا إذن كما تفضلت نحن نعمل ضمن فريق بحث الذي أسسه في 2008 الهدف لهذا الفريق هو استعمال تقنية الجديدة كذكاء الاصطناعي الواقع الافتراضي والمعزز نستعملهم لخدمة الشرك الاقتصادي وركزنا على محورين أساسيين هما الصحة والصناع اليوم نتكلم خاصة على المجال الصحي إذن قبل ذلك إذا حبينا نعرفه قليلا ما هو الواقع الافتراضي وكذلك المعزز المعزز نعم الواقع الافتراضي لو نتكلم عليه مثلا هو تقنية ثلاثة الأبعد لطروات دي يعني كيف نعطو فرصة للشخص يشوف كثير من الأمور كثير من المعطيات عن طريق تقنية ثلاثة الأبعد الواقع الافتراضي هو مثلا كما الألعاب للناس كامل يعني تلعبهم إما في سمارتفون إما في الحاسوب هذا عبارة عن مثال عن محيط ثلاثة الأبعد افتراضي هو محيط استنساخ للمحيط الحقيقي ولكن يكون ثلاثة الأبعد أما الواقع هذا الواقع الافتراضي أما الواقع المعزز هو نحن دائما نبقى في الواقع ننظيف له معطيات ثلاثية الأبعد ممتاز نعم وكي نستعمل هاتين التقنيتين هناك وسائل ترفق لهات التقنيتين من بين الوسائل اللي راي نستعملها هي الهاتف المحمول ولكن هناك وسائل أخرى بتأت تدخل إلى السوق وهي استعمال نظارات مخصصة لذلك هي نظارات ثلاثية الأبعد اللي راح نتكلم عليها يعني في الحصة لأننا نحن في فريق البحثنا نستعملهم بكثرة باش ننشأ التطبيقات دوانا نعم إذن هذا كان بالنسبة للواقع الافتراضي والواقع المعزز إذن اليوم نتحدث عن تطبيق الواقع الافتراضي والمعزز لمساعدة مهنية الصحة أولا وأيضا تستعملونه أيضا لتدريب طالب الطب في تعرف أكثر على جسم الإنسان نعم نحن الآن يعني كستراتيجية في مركز البحث قلنا بلي جزء من الأبحث تانا يجب أن تكون موجهة لشرك الاقتصادي يعني ما تبقاش حبيسة الأدراج وبالتالي خصصنا جزء معين من الأبحث تانا لخدمة الصحة يعني هناك كثير من المشاكل موجودة في المجال الصحة ونحن يعني خذينا بعض الأمور نجتهد بش نقولها حلول إذن تخصصنا في محورين أساسية المحور الأول هو كما تفضلتي هو مساعدة مهنين الصحة كالأطباء العامون أو الأخصائيين نساعدهم في تشخيص سريع للأمراض ورح نتكلم على بعض الأمثلات الطبيقة اللي قمنا بها نعم والتخصص الثاني اللي ركزنا عليه ورحنا نخدمه عليه ومساعدة الطلبة على فهم تكون جسم الإنسان باستعمال تقنية ثلاثة الأبعال نعم هنا نفهم ربما أنه بالنسبة للطبيب أقول ربما تساعدنا ويساعده الواقع الافتراضي والمعزز ربما للتشخيص السريع يعني الأمراض نعم ومن جهة أخرى نتحدث ونركز عن كيف يتم تدريب الطالب نعم إذا دخلنا الآن في تفاصيل يعني لو نفصل قليلا في هذين المحورين هو المحور الأول مثلا قمنا بتطبيق إحنا يعني في وقت الكوفيد وإن كان فيه مشاكل كثيرة يعني نعم المستوى العالمي باش نلقاوا حلول لهذا لهذا الداء احنا ندخلنا في يعني في واحد المجال اللي كان في المستوى العالم كان يخدم عليه وكيف نستعمل تقنية الذكاء الاصطناعي باش نلقاوا الكوفيد في جسم الإنسان وش حال من النسب المئوية نحن أضفنا يعني يعني تقنية يعني استعملنا تقنية ثلاثة الأبعاد باش نساعد أكثر طبيعة الشخص هذا المشروع هو قمنا به بالتنسيق مع مع بروفيسور يعني من مولايات المتحدة وأيضا طالب دكتور دكتور من طايلندا فأنشأنا هذا المشروع يعني هو استعملنا تقنية ثلاثة الأبعاد باش للتشخيص السريع باش الطبيب يقدر عن طريق نظارات مخصصة لذلك يقدر ينظر إلى الرئة ثلاثة الأبعاد ويغوص داخل الرئة وينظر إلى مواطن الكوفيد ممتاز وبالنسبة للتدريب أستاذ تدريب الطلبة أما بالنسبة للتدريب هو الآن الآن الطلبة يعني في معاهد الطب المستوى الوطني يعني استعملوا الوسعي الورقي يعني من كتب أو مثلا للتعرف على مكون جسم الإنسان يعني تقنية ثنائية الأبعاد أو دودي يعني كتابت الكتب إحنا أنا نشتغل على هذا تطبيق ويعني قدمنا فيرسيون الأولى يعني اللي هي الطالب يقدر يشوف جسم الإنسان عن طريقاتها تقنية ويتوغل داخل جسم الإنسان ويشوف كامل الأعضاء يعني بطريقة الثلاثة الأبعاد كأنه يدخل في الجسم الحقيق الإنسان إذن تبقى هذه التكنولوجيات الحديثة سيدة الكريم دعامة لجميع القطاعات وخاصة في الجانب الصحي نشكركم جزيلا شكر سيد سامير بن بلقاسم على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها أما أنتم مشاهدين الأفاضل فنلتقي في عدد آخر دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم